موسيقى موسيقى انا ما قلتش ان هي اللي عبو الصلو هو اللي بحلج لها طول الوقت بعنيه اللي عايزين يتخذبه ايوه جاعد يلف سجاية واشربه بجهوة وشال او خمرة من تعبك وشجاكك او عملي فيها معلم جدام الولادين عارفان يا باقي انا بجيت معلم وليف دخان زيو واشرب ضهوة وخمرة زيو اقدر اوقف عند قد وما خليهش يتوارد وتفضل عيني عليه طول الوقت اجري يا ابو العلاج اجي الروح اشتغل يا ابو العلاج انا دماغي مش ناقصة معلم ايه وهباب ايه وحصاب الله ايه انا كفاء عليها دماغي اللي بتزن ورجليها اللي انفقفاءة قد كده من روحها والجاة يجري يا ابو العلاج اختي انا قلت انفهموك ايه وانفقت موك ايه بدل ما الفاس تبع في الراس وتقولي يا ريتي اللي كان مكانش انا قلبي عليك عليك وعلي جابوك باب عايز تعمل معلم عايز تعمل معلم يا ابو العلاج على ثلاث نسوان امك واخوتك الاثنين ان شاء الله تخيب اكتر من تخاي نو عشان ايه يا اخوك لازم اخاف عليك او قلبي ابجى عليك وحاب عليك فاكرة زمان فاكرة زمان لحفال الدجيج اللي كنت عاسر اقول ليه كي ده كان كله طراب ياه اوه 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 دايق اشرب يا حبيبتي قطر خير ده الجميل اللي انت عملت فيها عمري ما هنسهولك ابدا ما تقوليش كده ده احنا اخوات قلتين اسمك ايه؟ نعيمة هو ياختش اللي ضربك ده يقربلك ما بقاش يقربلي دخل مرحوم جوزي ومتجوز اتنين وعايز يتجوزني قالوا يشغلني وياهم قطع ما عايز اختي شغالك ايه المنايل ده؟ اخدم في البيوت عايز مرمطك قوليلي يا اختي اهوانش المرحوم ده جايبة منه عيال؟ عيالة وماتت ويا عن دهار بعطشه اهاني دفن على عيالك ده صبيين كانوا زي فلقة الامر بس نقول ايه؟ مقدر ومكتوب يعود عليك ربما بس انا خايفة لا يستناني تال يقدر داني عندي رجالة ياكلوا لحبوا وارقشوا عظموا يستجر حد يهود منك انت تعواج معانا هنا متعاكتين بس انا بس ثانيت انت ايه يا اختي ده انت اعمل ده انت بدر منول ده انت فل ايه ومانت مش كل اله تهمك ياختي مانتش تاكل دقومتك وتلبس الهلجبك بس مش غبان سعشر ومان يردالك بكده فانت هتشتغل مانا يا اختي احنا شغلنا كله تفريح ومازاج اتي مش بتعرفي ترسي كراسي الدخان مش اوي نعلموكي دي حاجة سهلة اوي حاجبتي واحنا هو مع بعض وهوتلاقي كاسك من غير ما تدفعي من اللي معه مش انتي قلت يدخنه بس احيه واني كنت نرضى ما انتي عارفة اني صاحبة كوباية زيك واللي لومة زيك نبعد منيك وطبعا مش هيشرب لوحده لازموا حد يقنسوا ويمزجوا بالكلام ايوة بالكلام بس انتي عارفة اني ما نحبش المسخارة لمين ده؟ انا خلاص استكفينا ده من الزمون اللي هناك ده انتي تعارف الجدع ده؟ ايوة طبعا نعرفوه كويس قوي ده زبون هنا واسمه محمد السداد ومشتغل في مكبس القطن اصلي كان بينطلي في القهوة يا ما يبقى عينو عليك يا بيت نقبو علشونا اني علي زم تراجع جايز جايز بده يرافق ماليش في المسخارة يا عناي اشربي الكاس ده لا اني مش قادرة خلاص يا سكينة لا اشربيه عشان يعرف ان ما فيش من ورايا راجع موسيقى 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 عجبتك؟ موسيقى موسيقى بروع عليك يا ريا وأعطيها إزاي؟ لو هاني غشيمة أنا عرف إزاي أسحب البني آبا لهون تنسيت أنت سحابتك واتجوزتك إزاي؟ وده حاجة تنسي ده أنا بضرب نفسي بالصورة من يومين على إيه؟ ده أنا أيدا لك سابع العشرة شامة ولا حمد ولا شكرانية ربنا يعني أنت ما فيه إزاي بس يعني لو لو تنهضي معايا في الشغلة شوية باقولك إيه؟ أنت انتفقتي معايا الأجرة هتشتغل بلق منك بس هي يا رجل هي بس بقى الفاعل لازم كل شوية كده تشبرقها بأرشين لحصل حد يملأ جماغها ويسحبها من نينة مش على طول كده تاكل الأول تحس بتعمل أكل فوقها تشبع قبل ما تبتدي تدور علليها نرملها أرشين مش بقولك أنت الناغك توزن بلد بزيانة دلوقتي ما بقاش علينا غير إن إحنا نسيب القهوة وننقل على البيت اشرب يا منور حاضر عناية يا أهلا يا أهلا بيك أمر يا أختي أمر يا أهلا بيك يا أهلا بيك يا أهلا بيك يا أم حطيت يدك في يدي ممكن نعمل جرشين وأنت وشطرتك بك يعني إيه أخ أنصر لي من معسل ولا بيع الجواز وأني هقول لك برضو يا فالح بصة على الجماعة اللي بيسكروا ويحششوا بيبقوا من الدرماغين وأنت وشطرتك حطي إيدك في ديوبهم تشوف يمكن تشوف يمكن هم حلتهم غير مضى دو كلهم فجر إيه رأيك في التست السداجي التست ده ممكن يجيب جرشين علوية بالنص أوعت خانصة إيه خلاصين عاد الحاضر اشتركوا في القناة